أهلا بكم مرة تانية فقرتنا دلوقتي خصصناها للشباب دايما الشباب وهم راحين يشتغلوا في أي مكان بيكونوا محددين أهداف لنفسهم هتلاقي مثلا شباب بتفكر واتخطط إزاي هتستفيد من المكان اللي شغال فيه عشان تكتسب خبرات ومهارات جديدة في حياتها الوظيفية شباب تانية مثلا ممكن تكون بتفكر إزاي تتعلم وتستفيد من مكانها الوظيفي عشان تكبر ويكون لها كمان مستقبل في هذا الكارير اللي هي اخترته صحيح يا شهزلي لشان كده النهار ده هنجاوب مع حضرتكم على السؤال المهم إزاي الوظيفة أو الشغل اللي أنا موجود فيه أقدر أتعلم منه عشان أزود من خبراتي ومهاراتي الوظيفية من دفنة ونورة في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد عطيه استشاري إدارة الأعمال سبع الخير أحضر لك دكتور سبع الخير يا فاندن أهلا بحضرتك طيب يعني مؤخرا كده كنا بنسمع مقولة عنها لما وقع التواصل الاجتماعي اشتغل أكتر تغلط أكتر واشتغل أقل تغلط أقل فتقل بقى المشكلة والأخطاء تقل ويبقى الموظف المثالي وفيه يعني نظرية تانية بتقول أنا موجود هنا عشان أتعلم وحتى كل ما أخطائي زادت كل ما تعلمت أكتر رأي حضرتك إيه؟ وفيه سؤال تالت بقى الموظفين كلهم بيسألهم نفسهم كل يوم أنا بروح الشغل ليه؟ وده سؤال هو إجابة العمل اللي احنا بندور بيننا والعلاقة اللي بيننا احنا كموظفين وشركتنا العلاقة اللي بيننا احنا كموظفين وشركتنا هي علاقة ربحية مشتركة يعني منفعش اللي أنا كصاحب عمل أكسب والموظفين بتوعي ما أكسبوش والعكس صحيح منفعش أنا كموظف بدور على مرتبي وبدور على نفسي وبدور على مصالحي وصاحب العمل ما بيخدش مني إنتاجية فعلى هذا الأساس لو العلاقة دي سوية هيبقى احنا الاتنين كسبنين هيبقى احنا هنوصل للأهداف اللي الشركة عايزة توصل لها وأهدافي أنا كشخصية كشاب لأن أنا كشاب عاوز ايه؟ عاوز أنجح عاوز أخذ مرتب كويس عايز أجد لنفسي مكان في الحياة مش مجرب بس الفلوسة اللي أنا بأخذها للوقت لكن كمان أنا عايز يبقى عندي مستقبل عندي يبقى مشروع خاص مستقبلي عايز أتعلم الحتة اللي حارك قلتها الوقت أنا بدور دلوقتي على العلام إزاي أطور من نفسي مستقبليا مش هطور نفسي وأنا قاعد مكاني أنا محتاج اللي أنا أتعلم والتعلم ده من أهم الحاجات اللي الشباب لازم يهتموا بها الخبرة الخبرة هتيجي من التعلم ودايما بنقول فيه مفتاح كده سحري عشان لو أنا عاوز أعلم نفسي وعاوز أطور نفسي لو أنا النهاردة عاوز أمشي كل يوم خمسة كيلو مش هقدر أعمل كده لو عملت كده النهاردة مش هقدر أعملها بكرة التنمية والتطور المستمر أنا حاجة بسيطة قوي همشي النهاردة من هنا إغاية آخر مكتبي خمسة متر بكرة همشي خمسة متر بعده همشي عشرة بعد شهر هقدر أمشي الخمسة كيلو وهقدر أجريها وامشيها كل يوم مشيوم معبسة عظيم دكتور فيه أعلانات بتقول مطلوب حديث التخرج وعنده خبرة إزاي يكون حديث التخرج وعنده خبرة هل حضرك مثلا بتنصح الشباب إنه هو وهو بيدرس يكون بيشتغل أو حتى دوام جزئي مثلا بحيث إنه هو يمتلك من الخبرة اللي تؤهله لإنه أول ما يكون خريج يكون مستعد إنه هو يشتغل أو على الأقل عنده بدايات الشغل ما هي دي المعضلة فقا إن الشركات بتطلب شباب خرجين وعندهم خبر طب هو الرجل اللي كتب الإعلان ده لما ابتدت أول حياته كان عنده خبرة ما كانش عنده خبرة ربع بس دايما نحنا بنقول للشباب بقى إيه نمي نفسك وإنت أيامك كلية والشباب دلوقتي واعي جدا والشباب في مصر واعي جدا الأهم الحاجات اللي هو لازم يتعلمها مهارات التواصل لإن الحياة كلها قيمة على التواصل ممكن أنا بقى أول واحد على كلتي ممكن أنا بقى أشتر واحد وجايب انتياز وروح أعمل إنترفيو في الإعلان لحريك بتقول عليه ده ومعرفش أقول كلمتين على بعض معيني المعلومات كلها في دماغي فهي الفكرة إيه بقى اللي أنا لازم أنامي نفسي من أول ما ابتدي أحط رجلية في الكلية والكليات دلوقتي بتساعد الطلاب بشكل أو بآخر لعمل المشاريع وعمل البرزنتيشن ويطلعوا ويتكلموا ويقولوا ويعملوا ويخلوا ووجود كمان الإنترنت دلوقتي مسهل قوي الوصول للشركات والشركات كتيرة قوي عايزة ناس اللي هم الولاد اللي هم المتدربين اللي هو بيجي ما عندوش أي يعني خلفية أو تجربة ما عندوش تجربة والشركة ما بتطلبش منه حاجات كبيرة بتطلب منه شغلين صغيرة ويبتدي يشوف سوق العمل عامل إزاي يبتدي يشوف إيه المطلوب جوه الشركة اللي اجتماعات بيحصل فيها إيه فلازم أنا أحضر نفسي للإعلان ده بس في الأول وفي الآخر هي مهارات أساسية لازم كل الناس اللي تبقى موجودة في مجال العمل تبقى عرفة هي ممكن فكرة الخبرة اللي بنلاقيها في الأعلانات أعلانات الوظائف الفكرة يعني استقافة نفسها اختلافة عن زمان دلوقتي بقت حتى الكورسات وبقت كل حاجة موجودة حتى أونلاين مش مستهلة أن أنت تنزل وتروح تحجز كورس وتتعلم بقت موجودة أونلاين فممكن دي الحتة اللي بيعتمدوا على فكرة أن حد يكون عنده شغف أو عايز يعمل حاجة فدي يمكن يكونوا بيدوروا عليها في الشخص وهي جزء دلوقتي التعلم الذاتي يعني قبل كده كانت الشباب كان بيتعب أول اللي هو يروح ياخد كورسات ويتعلم أو يدور على كتاب يقرأ دلوقتي العلم موجود في كل حتة بس هي اللي يدور عليه واللي يدور على الحاجة اللي هو تنفعه هو لأن الكتب موجودة والكورسات موجودة والفيديوهات موجودة في كل حتة بس إيه اللي ينسبني أنا صعب إن حد يقدر يعرف وإيه اللي يناسبه أعتقد بتكون محتاجة برضو مفردات شخصية كده يكون شخص عنده القدرة أنه يجرب ويدخل في مغامرات جديدة ويشوف ويعرف ويبقاش عنده الخوف إن أنا عايز وظيفة معالفة بتبقى محتاجة طبيعة شخصية وأحيانا فيه ناس بجد بتعيش بتبقاش عالفة مش عارفة عايزة إيه بتكتشف حتى متأخر بس أنا عايزة لحضرتك سؤال تنمية الشخصية أو الشخص الموظف ده هل هي مسؤولية الموظف نفسه أو الشخص اللي رايح بيشتغل ولا مسؤولية المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها ولا هي مسؤولية مشتركة باللدين نحن اتفقنا من شوية إيه هي علاقة منفعة مشترك أنا النهاردة أنا كموظف لما نمي نفسي وعلم نفسي مهارات جديدة أنا حستفيد والشركة حتستفيد والشركة اللي هي بقى فيها الموديلين الكبار والناس اللي عندها خبرات بتروح تقولي الموظف خلي بالك أنت محتاج مهارات في واحد اتنين ثلاث لو الشركة عندها إمكانية اللي هي تنمي المهارات دي وتدي له الكورسات وحاجة كويس ولو هي ما عندهاش الإمكانية أحططه على أول الطريق لأن الطريق زي ما حالك قلت من شوية أنا ممكن أقعد طول حياتي ومش عارف أنا عاوز إيه ولا عارف أنا مفروض أخذ كورسات إيه وانمي نفسي في إيه المفتاح السحري بقى للحتة اللي أنا تايه فيها في الحياة دي اللي أنا أحاول أنجح في الوقت اللي أنا موجود فيه يعني أنا بعمل شغلنا كتابية بعمل تقرير بعمل أي حاجة بسيطة أحاول أعملها زي ما الكتاب ما قال أنجح فيها نجح جامد جدا هلاقي نفسي ربنا هيفتح لي طرق تانية مدير الشغل والمدير بتاعي حيبتدي يديني شغلنات أكبر واحدة في واحدة في واحدة يعني بسبت نفسي كده برافو عليك طيب وهعرف كمان أنا محتاج اللي أنا أنامي نفسي في إيه وهنجح في إيه عظيم دكتور في بعض اللي الشركات بتفتح لمجال التدريب إحنا ماش فاهمين قوي هم مفتحين مجال التدريب ليه بس يعني وإحنا صغيرين يقصد لكن لما كبرنا شوية بدأنا نفهم أنت فتح مجال التدريب عشان تخلي الشباب يدخل ويتدرب فأنت تفهم وتشوف مين اللي متمكن مين يقدر يساعدك في الوظيفة مين يقدر يقوم بمهام هذه الوظيفة وتبتدي تختاره ليه التعيين لكن الشباب أول ما بيتخرج بيعزف عن أنه يروح للشركة ليه التدريب ودي أعتقد مشكلة كبيرة قوي هو لأنه عايز فلوس يعني هو عايز يشتغل بمقابل بس دايماً أنا أقول إيه أن اللي موجود في الملعب الناس كلها بتشوفه بس اللي قاعد على الدكة محدش بيشوفه فأنا النهاردة كطالب ده برد تشكيل خالص برد تشكيل دايماً أنصح الولاد لما تجيلك أي فرصة في أي مكان وإنت لسه متخرك وإنت معندكش خبرات روح روح إثبت نفسك دور اتعرف على ناس جديد تكتب سوق العمل رفع عليك لإن إحنا لسه قيلين من شوية إيه لو أنا تواصلت مع حضرتك وتواصلت معي وتواصلت مع فلان وفلان وفلان ما أنا هيبقى عندي احتمالية اللي أنا قابل حد محتاج شغل هقابله عندي احتمالية اللي أنا أتعلم مهارات جديدة أعلى غير لما أنا قاعد ومستني حد يكلمني ما حدش يكلمني أنا لازم أنا اللي أسعى وأنا اللي أروح ودور وعلى فكرة كمان السعي ده الوقتي كمان ما بقاش على رجلين بس لكن السعي ده الوقتي بقى إلكتروني اللي أنا أعمل أبليكيشن كويس أعمل سيفي كويس أعمل شكل كويس أعرف حاجات كويسة أعمل أوسع دايرة علاقاتي الموجودة حتى على السحابة الإلكترونية وعلى التليفون اللي أنا أموجود حواليه صحيحة وحتى لو حد أقدم لك فرصة يعني بقى يدن بقى نساء حد أقدم فرصة لو الشخص مش مؤهل أو ما استغلش الفرصة دي له هيقدر يستمر وإن استمر مش هيبقى ناجح هيبقى مجرد شخص بيروح شغل كل يوم يروح يبقى موظف وخلاص فمش هيقدر يحقق حاجة طيب ممكن حد كده فجأة يبقى وثق في نفسه الزيادة عن لزوم ويقول أنا ليه شغال موظف أنا ممكن أبدأ مشروعي الخاص وأنا مش محتاج وأنا حاسس أن أنا خبرتي كفاية وينزل بقى يبتدي يستقيل من وظيفته يبتدي هو مشروعه خاص ويبدأ يعمل في مشروعات شفنا النماذج دي موجودة مشروعات 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 يبتدي في حاجات كلها تفشل ما يبقاش عارف طب أنا ليه بفشل ما أنا خدت الخطوة وابتديت وفي نفس الوقت شخص ممكن يكون عارف أنه هو بيحب حاجة وعنده خبرة فيها حتى ولو بسيطة بس يخاف أنه هو يبتدي ويجرب إمتى أقدر أحدد أن كنت مؤهل أن أنا أتخلى عن وظيفتي وابتدي أنزل بقى خلاص أرض الوقع وابتدي أنا أعمل مشروعي خاص بي وإمتى أقول لأنا لسه شوية ما تصرعش إيه الحاجات اللي لازم تكون موجودة ما هي دي أكبر غلطة بقى بيعملها الموظف اللي هو شايف أنه هو أداءه جوه الشركة هو اللي بيكسب الشركة وهو ليه بصمة كبيرة جوه الشركة فيقول طب أنا أعمل بشتغل لغير ليه طب ما أنا أسيب الشغل الغيري واشتغل لنفسي دايما بننصح الشباب اللي هو يبتدي مشروع صغير ويدي له ساعة واحدة من وقته كل يوم وفي بره وقت الشغل بالليل بدل ما يقعد يعمل أي حاجة غير مفيدة يعمل أفكار يكتبها يدور يبحث يكلم أصدقائه يشوف سؤال أعمال عامل إزاي وكل فطرة احنا قلنا بقى النمو والتطور المستمر كل فطرة أزود الوقت ده خليها ساعة ساعة ونص ساعتين تلاتة وأنا بشتغل الثمان ساعات الصبح لأن الشغل بتاع الصبح ده حيديني خبرات حيديني علاقات حيديني ناس عرفها حيديني أفكار جديدة أبتدي أكبر واحدة واحدة لغاية ما أحس أن الوقت اللي أنا بشتغل فيه الخاص بتاعي الساعتين تلاتة ده معطلني عن مشروع كبير الوقت ده أبتدي أفكر بقى تفكير جدي اللي أنا سيب شغلي الأساسي وأنتقل لشغلي الخاص لأن الشغل الخاص ده مش حاجة بسيطة لا بالعكس طبعا ده مسئولية أكبر من تكون موظفة مسئولية ولازم يبقى مبني على علم وعلى فكر ودراسة للسوق ودراسة للعملاء اللي أنا بشتغل معهم تمام طيب أنا دلوقتي اشتغلت في مكان واثنين وثلاثة واكتسبت من الخبرات ما يؤهلني لأن أنا خلاص أنا كبرت في المجال ده هذا كنت بتكلم دلوقتي كلمت عن كتابة للسي في وأنا هنا مش هتكلم عن السي في ككل لكن كتابة الخبرات السابقة في العمل في السي في إزاي ممكن نعمل ده هو الأهم من كتابة الخبرات اللي أنا يكون عندي خبرات فأنا النهاردة لما أروح بعرض نفسي على الشركات بعرض نفسي عن طريق السيرة الذاتية فالسيرة الذاتية دي لازم تكون مكتوبة بشكل منصق وشكل كويس دايما في مواقع كتيرة جدا موجودة على الإنترنت بس أنا هقولك طريقة بسيطة جدا للشباب يعملوها دور على أي حد ناجح عنده سي في وعنده سيرة ذاتية قوية وخد وعمل فكرة بقى بسيطة خد كوبي بيست قص ويلزق بس حط بصميتك أنت وحتى ده في المشاريع الصغيرة لأنه فيش حد يكتشف العجلة خلاص خد أفكار بس حط عليها البصمة بتاعتيا حط عليها وجهة نظر أنا حط عليها نظرتي للمواضيع فالسيرة الذاتية هي بتعبر عن الشخص من غير ما يكون موجود فلازم أنا أهتم بيها بشكل كويس اللي أنا في حاجات أساسية كل الناس بتاع الموارد البشرية لما بيجي لهم سيرة ذاتية بيبصوا عليه يبصوا على الصورة بتبقى صورة كويسة مش صورة بقى بتاعت السوشيال ميديا يكون عندي اسمي واضح العنوان بتاعي كويس الرقم تليفوني خبراتي بقى حتى لو أنا معنديش خبرات لسه متخرج جديد خالص أكتب أنا كنت بعمل النشاطات اللي كنت بعملها في الكلية تمام ولو خدت تدريب أسناء الدراسة ممكن نتكلم آه ممكن نكتب طيب وإحنا بنتكلم في ترتيب الخبرات بس في السيفي يعني مثلا في بعض القطاعات بتبقى مرتبطة ببعضها خدمة العمل والعلاقات العامة أنا مقدم في الشركة دقتي محتاجين موظف علاقات عامة هل أبتدي أرتب شغلي أو خبراتي في العلاقات العامة السابقة في الأول وبعدين أحط تحتها مثلا اشتغلت خدمة عملها في شركة من شركات مثلا المبيعات التليفونات أي أن كان أصد نياب بتختلف من شركة الشركة أولا هنسيبها للسيفي سابت زي ما هو بخبراته هو الصح والصحيح اللي أنا بدور على الكسمر أو الزبون اللي أنا مقدم له السيرة الزاتية بتاعتي أنا باعت لشركة خدمة عملها فحتى ممكن أعملها بالترتيب اللي حضرتك بتقول عليها بس أعملها بخط عريض أو أعمل خط بول أبروزها ولما أروح أتكلم لما أروح أتكلم أكلمهم على خبراتي في خدمة العمل دي لقطة جد يعني سريعة جدا دكتور مهمة جدا يمكن حد يكون نازل النهاردة مقابلة وظيفية وإنتريبيو إن شاء الله يبقى وشنا حلو عليه للوقت خلاص وأقدم السيفي بتاعه أو بعته وتقابل ورايح النهاردة في الوظيفة والنهاردة المقابلة إيه للمفروض يكون موجود أو إيه المؤهيات اللي يكون عند الشخص ده هو بيتكلم في الشركة وخاصة البندل المتعلق بالمرتب لأن فيه ناس ما بتعرفش إما بتكسف جدا إما فيه ناس بتبالغ جدا ما بتبقاش عارف بتتصرف إزاي لو هو في الطريق دلوقتي ورايح ورايح المقابلة يفتح المواقع التواصل الاجتماعي ويفتح الانترنت ويدور على الشركة دي يشوف الشركة دي بتشتغل في إيه عندها فروع فين مين المديرين إيه أهدافهم إيه أحلامهم عشان لما يخش يقابل الشركة يكلمهم بنفس التردد اللي هما بيدوروا عليه لازم يكون لابس لبس كويس مش لازم يكون غالي لازم يكون نضيف نضيف ويخش يبقى عنده ثقة في نفسه عنده شوية معلومات بيقولها الحاجة اللي يعرفها يقولها الحاجة اللي ما يعرفش يقول أنا ما يعرفش يبقى ما يبقاش خايف ما يبقاش عينيه مهزوزة رايحة يمين وإشمال ما يبقاش مرتعش رزقه بيد ربنا لو ليه نصيب هياخده هياخده فاش أي كلام دي الحاجات الأساسية اللي هو لازم يعملها وهو رايح المقابلة الشخصية الجزء بتاع الراتب إن لازم نبقى عارفين إن كل شغلانة لها سقف من فوق ولها جزء من تحت فهو النهاردة بتاع خدمة العملة هياخد مرتب من واحد لثلاث خلاص هو مش ياخد خمسة ولا هياخد نص فهو النهاردة لما يسأله الرجل بتاع الموارد البشرية يقول له انت عاوز مرتب كم طبعا دي آخر حاجة يعني بيتم نقاش فما يقولش بقى يقول ثلاثة على طول يقول ثلاثة يقول لسا هقول واحد يقول خمسة بقى لا حضيك بيقول إن الرنج من واحد لثلاثة فهو يطلع للسقف هو الصح والصحيح إن هو ما يتنقش في الجزء ده ولا يسأل عليه غير لما يتم قبوله هو كده كده الشركة هتقدم له عرض وظيفة فهو لما يسألوه قلوهم والله انتوا شركة كبيرة وإحنا بنحترمكم وبنحبكم قدموا لنا عرض الوظيفة بتاعكم ونوافق عليه أو نبص عليه طبعا نحن نشكر حضرتك جزيل الشكر إن شاء الله لو في حد النهاردة رايح انتروفيو بسمعنا إن شاء الله يبقى وشينا حلو عليه إن شاء الله كل المعلومات والنصائح دي تفيدوا بإذن الله نشكرك جزيل الشكر طبعا دكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال لوارتنا في سبع آخر يوم شكرا فنم شكرا فنم شكرا فنم